مرحبا بكم مشاهدينا من جديد نتكلم من عرضة عن التضحية وتحديدا عن المرأة المرأة المضحية المرأة اللي هي الأم اللي بتضحي اللي بتفني الحقيقة حياتها كلها في سبيل أولادها وفي سبيل أسرتها في سبيل إن حياتهم تكون أفضل في البعض بيقدر جدا نفهم التضحية وبيقدر تضحية الأم بشكل عام وتضحية المرأة بشكل عام وفي البعض بيشوف إن ده حق مكتسب يعني إن هي ده مش تفضل منها أو إن هي مش بتعمل حاجة زيادة عن الطبيعي إننا رجل نتكلم عن المرأة ما بين التضحية وما بين الألانية ونعرف أكتر قد إيه المرأة فعلا هي شخص مضحي طول الوقت شخص يعني معطاء طول الوقت بيقدم كل ما عنده للأخرين هنكلم نعرضه عن الموضوع المهم ده مع ضفتي الكريمة اللي بتشرفني النهاردة معنا أستاذ دكتور حنان ماروان الأستاذ اللغة العربية ونشطة مجتمعية أهلا بحيكي دكتور صباح الخليفة أهلا بحيكي صباح النور صباح الخليفة وسعيدة فيكن كتير وسعيدة بوجودي معكن اسمحيلي قبل ما أبدأ أنه عزي أهلي بسوريا وجيراننا بلبنان وفلسطين وتركيا اللي مبارح كمان شعره وصار عندهم حالة هلع ورعب من الهزة وبعزيهم وبقول الله يقويهم نكون معهم كل شيء عم نقدر نعمله عم نحاول نعمله لنكون معهم ونوقف جنبه يعني أكيد قلوبنا جميعا مع الشعب السوري وكل الشعوب الحياة اللي بتتأثر به الأحداث اللي بنمر بها دلوقتي وموضوع الزلازل اللي بقت بعض التوابع ليه زلزال المدمر اللي شهدنا من عدة أيام في سوريا وفي تركيا وبحيي حضرتك طبعا وجودك النردة وسعداء أن أنت معنا وبنرحب بيك في بلدك الثاني حبيبتي أكيد وأنا هون ما بشعر إلا أني ببلدي والله هذا الشعور حقيقي ودائما بقوله الحقيقة اليوم بدنا نحكي عن تضحية تضحية مفهوم أو خليني أول شي عرف تضحية هي بزل النفس والمال بدون مقابل يعني لما منسمع إنسان ضحى يعني أعطى أشياء دون مقابل الحقيقة هذا مفهوم كتير عظيم وكتير راقي وخصة كتير نبيلة وعظيمة سواء على صعيد المرأة أو على صعيد الحياة العامة الجندي يضحي الأب يضحي وهكذا لكن هذا المفهوم ارتبط كتير بالمرأة ارتبط بالمرأة كأم كزوجة هذا المفهوم يعني لسق فيها المرأة المضحية وكأنه المرأة إذا لم تضحي هي ليست أم عظيمة وليست زوجة عظيمة الحقيقة صورة نمطية وضعت فيها المرأة أنا اليوم بحس إنه من الوعي ومن التطور الثقافي لازم نكسر هذه الصورة النمطية المرأة العظيمة غير مرتبطة بالتضحية يعني إذا أنا إيدي خشنين وركبي عم توجعني وضهري وجسبي تعبان معناتها أنا أم عظيمة وإذا أنا أم هتم بشكلي وبروح بعمل رياضة وبسبع موسيقى معناتها أنا أم موجيدة لا بصراحة أنا بحس هذا المفهوم لازم نحن بقى اليوم نوضحه صحيح وإنه مش مظهر المرأة أو شكلها تمام هو اللي يعني بيقدر يحكم على إذا كانت هي شخص مضحقي يعني شوفي إيديها خشنين دي أم تعبانة لا ممكن يكونوا إيديه نعمين وكون أم تعبانة صحيح هذا يعني مفهوم بيرجع إنه ترجع المرأة تقدير نفسها يمكن ما تلقى التقدير من الخارج غالباً الزوج والمحيطين يعني تعودوا على العطاء كنوع من الشيء العادي صحيح فبتحسي المرأة فقدت هالتقدير أنا اليوم بقولها إذا ما حدا أدرك أنت أدرك أدري نفسك أنت وقفي على المراهي وقولي أنا أم حلوة وأنا عظيمة وأنا زوجة مثالية وأنا عم بعمل ما في وسعي من أجل أولادي بس منساش نفسي في نفس الوقت أيوة صحيح هون بقى بدي أحكي عن بفهوم الأنانية يعني الأنانية حب الزات واليوم لكون أنا حب زاتي هذا الشيء ليس خطأ يعني بداية كل العلاقات وكل الأشياء تبدأ من حبك لنفسك متى ما حبيتي نفسك وقدرتها وشعرتي بالسعادة هسا السعادة لح تعم على الجميع ولح تغمرهم كلهم أم سعيدة يعني بيت سعيد سعيد زوجة سعيدة يعني بيت سعيد وهذا اللي اليوم ننضوي عليه أنه أنت كأم مرأة اليوم أحبي حالك موعب ولا غلط تعباني ما تقومي تطبخي خليوني أكلوا صندويش تحيلون على البتونة لا يجوا هنا وعم يتغدوا تقليلون أنا اليوم كثير تعباني بس مشان كون أنت عملت الغداء لا أنت حتركبي عليهم عبق حتركبي عليهم ضغط بالعكس خليوني أكلوا صندويش وما تشاريهم بهذا الشيء ولا أنت تجلدي ذاتك ولا تأمبي نفسك لأنه اليوم أكلوا صندويش اليوم ابنك عنده تدريب كرة قدم فليكن أنت تعباني ما قدرت تاخدي طيب ما انتهت الدنيا ما وقف في العالم صحيح أنت تعباني رحمي نفسك رحمي جسمك رحمي طاقتك أنت لو كنتي آلة لو كنتي روبوت هاي الآلة بده شحن أكيد هيقى عليها وقت وهو تفصل آه فتفصليها بإيرادتك أحسن ما تفصل رغمان عنك أيها تماما فأنت كيف بدك تشحني هاي الطاقة أو هاي البطارية لما أنت هتقومي تعملي الأشياء اللي بتساعدك يمكن فنجان قهوة على البلكونة عشر دقايق تشحني نفسك صحيح يمكن مشوار مع رفقاتك مع صحباتك هذا بيشحن تسمعي موسيقى تروحي تلعب رياضة تقري تنزلي على السوق أي شيء ممارسد أي هوية دكتور أنت بك أقول أنا بحبك أيوة هو هذا نوع من الشحن للطاقة تجديد للطاقة بتاعتك ولتخليكي أنت تقدري تسترجعي لأعبائك بروح جديدة طريقة جديدة وكل علماء التحليل النفسي وكل اللي قرينا عنه نقالوا أنه ابدأي بنفسك ثم بالآخرين وإذا أرد أن تبني أطفالا جيدين ابدأ بنفسك أولا حتى ما بحف إذا منلاحظة ما منطلع بالطيارة بتوقف المضيفة بتعطينا تعليمات السلامة والأمان أكيد أول شيء بتقول إذا معك طفل البسي سترة النجاة أنت أولا وضعي ماسك الأكسجين ثم ضعيه لابنك أيوة أو للي بجانبك هذا أكبر دليل إذا أنت بحالة خطر وبحالة يعني لا سمح الله قد تكون فيها موت أو حياة ابدأي بنفسك وعشان تعرفي تسعيفي طفلك تسعيفي نفسك الأول لأنه هو كطفل مش هيقدر يعمل ده النفس أو يقدم خدمة فهذا هو اللي نحنا اليوم نضوي على اليوم نقول أنه نرجع يعني نكسر هالصور النمطية صحيح اللي يعني نحطنا المجتمع فيها وكأنه المرأة إذا مالها يعني ما بدي حتى المسلسلات حتى الدراما حتى حتى كتب التعبير اللي كنا نكتبها نحنا وصغار أمي التي تعبت من أجلنا وضحت من نفسها من أجلنا حتى بالمسلسلات تلاقي الأم آيمة يا ابني أنا ححطي لك الغداء ماما أمتي من السرير ليه أنا ححطي لنفسي ما عليش ما عليش خليهم يعملوا أشياء لحالهم وخليهم يعتمدوا عن نفسه ورجعي أنت يخدي خطوة للوراء وفكري قديش أنت مهم أنه أنت تحفظي صحتك الجسدية والنفسية من شان المستقبل يعني كمان خلينا نقول أنه بالمستقبل لما أنت حتوصلي لعمر معين أنت ما بنياك تكوني عبق على هدول الأولاد تعال خدي الدكتور أنا تعبانة أنا عيانة أنا مش أدرة أنا لا أنت لازم تحفظي جسدك وتخافي عليه مثل ما تخافي على أولادك لأنه أنت بمستقبل الحياة لازم تكوني معتمدة على ذاتك ما تكوني عبق عليهم ودائما التأدير أو العطاء الزائد عن حده ليس صحيا نعم يعني أحيانا يصبح واجب أكتر من أنه تفضل حق وقتسب آه أنت ما تفكري أنه أنت كل ما زدت عطاء عطاء هني هيقدروكي أكتر لا وتبدأ بعد كده المرأة بعد فترة تحس بعدم التأدير بتزعل أن هي بتقدم كتير ومش لاقي حتى التأدير المعنوي اللي هي منتجه لأنه بصير مثل ما قلتي حق مكتسب أو يعني ما عاد فضل هذا واجب لأ أنت رجعي خطوة الوراء مثل ما قلنا وفكري أنه لأ أنا بعطي بقدر وبحافظ عن نفسي وبهتم بجسدي لحتى أنا ما وقت أكبر أول شي يقول أنه أنا ضيعت حياتي وأعمل هيك نوع من المنية للأولاد منية غير مقبولة يعني يمكن ابنت حقلك طبيعاتك ما ضحيتي يعني أنه بطلت تزني أو طولي أنا عملته وسويت طول الوقت يعني بتذكر الحاجات اللي هي عملتها عشان منتظرة برضو التأدير المعنوي طيب أنا بعمل الحد الأقصى اللي أنا بقدر عليه بس ما بجور ولا بقسة على جسدي ولا على نفسي وبالمقابل بخلي رصيد لإلي بكرة الأولاد حينشغلوا بالحياة حينشغلوا بالزواجهم بأولادهم ما حكون أنا هاي الأم اللي عبق عليهم بالعكس حكون الأم الداعمة استمر بدعمي واستمر بيعطيهم قرارات بس ما كون الأم اللعبق فهذا اللي نحنا بدنا نرجع نخلي المرأة تصحى لهذا الكلام يعني عايزين نخرج المرأة من صورة المرأة المضحية المضحية واللي عليها واجبات وما لهاش حق بالعكس هي شخص أيوة في المجتمع لي حق كتير زي ما علي واجبات لا ينقص أي شيء الحقوق اللي إذا ما قدتها بتأشعرها بتقنيب الضمير وبتخليها تجلوت زاتها هل أنا أم منيحة أنا اليوم ما أخدت ابني على التدريب أنا اليوم ما طبخت محشي بقالي أسبوعين ما طعمت ما طعمت الأولاد أكلة أكلة حلوة طيب يعني الحياة ماشية والأولاد لو بتجيب لهم تكاويب ينبسطوا أكتر ما تطبخي يعني قصدي كوني حكيمة ومتوازنة يعني أولادها نعم أو إذا راحت عملت رياضة أنا بحس أنه لأ اليوم قوعي لنفسك قومي كل يوم الصباح خلي إليك شي بتحبي شي تخوص معينة كده خاصة بيساعدك عملي ولو أخد من وقت الأولاد أو من وقت التنظيف أو من طبخ الأكلات الصعبة لا هذا عملي طب أنت دكتور التطحية تبقى في ماكنها وإنت تطحية تبقى مش في محلها تمام إيه الحاجات اللي فعلا أنا أضحي من أجلها وإيه الحاجات اللي ممكن لا عادي يعني مش مجبرة أن أنا أضحي بنفسي وبنفسيتي وبصحتي عشان أشياء يعني لا توذكر في نهاية صح يعني أكيد التطحية إذا أنا عندي طفل مريض عندي زوج كمان مريض أو ظروفه المادية صعبة صحيح هاي كل مواقف تستدعي التطحية يعني أنا عندي ابن مريض ما بطلع بره البيت وبروح بشوف نفسي وذاتي هلأ عندي مشاكل مادية مع زوجي بحاول ضحي بأشياء أني أنا أقتصد فيها أو أشياء بحبها وقف عن ممارستها أو شراءها يعني كرامة لزوجي ولوضعه المادي المادي هاي كلها تطحيات أنا ابني عنده جامعة عم يدرس قمت سهرت معه بالليل عملت له أكل قبل ما ينزل على الامتحان هاي كلها أشياء محمودة وقلنا أنه التطحية شيء كثير عظيم صحيح لما ما بتكون بمحلة لما أنا بكون تعبانة مرهقة وأنا وأقعنا نفسي لازم قوم أعمل أشياء ممكن الاستغناء عنها يعني أنا تعبانة خلص أنا اليوم عندي موجوعة تعبانة مرهقة لا خلص بقول له لجسمي استريح صحيح خليهن خلي الأب يساعد خلي الأولاد لو في سن يقدروا يعتمدوا على نفسهم يعتمدوا على نفسهم ممكن أطلب مساعدة يعني لو أنا أطفالي صغر بكون أطلب مساعدة من ماما من أختي من جيران برجع بقول لا تقفي على نفسك نفسك جسدك قد ما عطيتي وريحتي حيعطيكي لما بتكبري والولاد للأمانة يعني بحبوا الأم الأوية بحبوا الأم المهتمة بشكلها بمظهرة بيفتخروا فيها بشوفوا حالهم فيها يعني تذكري دائما أنه أنت لجسدك عليك حق وهتمي بشعرك وبلبسك وبأناقتك وبرياضتك وهي كل واسمعي موسيقى وكوني مجارية يعني جاري التطورات الحديثة اقري اسمعي عن التكنولوجيا شوفي شو آخر الأشياء اللي عم تطلع غزي عقلك غزي تسقف نفسها دماغك تطلع على كل مقديد تطلع على كل مقديد تطلع على كل مقديد تطلع وبعشرة إذا الأم تعمل خارج المنزل يعني إذا أنت أم عاملة ارحمي نفسك ارحمي نفسك جدا 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 يعني جدا وعلمي الأولاد تحملوا المسئولية معك والحقيقة خلينا كمان نضوي على نقطة نعم طب دكتور هل المرأة العاملة نقدر نقول أن هي على رغم من أن بيبقى فيها عليها ضغوط كتير أكتر يمكن من المرأة ست البيت اللي تبقى عادة في البيت بس هل هي بتقدر تعمل البلانس أو التوازن ما بين واجبتها تجاه أولادها وبيتها وزوجها وما بين أن هي برضو تظل محافظة على شكلها ورونقها كامرأة وكأنثة وبتروح الشغل فتهتم بمظهرها بتبقى قادرة أن هي تعود في البيت برضو بمظهر لقق هل بتقدر تعمل ده أكتر ممكن من الأم اللي بتبقى عادة في البيت ليل نهار ممكن ما بتخرجش ما بتنزلش ما بتروحش الشغل فبتفقد جانب الشغف والاهتمام بالنفس بالرغم من أنه المرأة العاملة وقتها بهدور خلينا دور أقصر كتير أيوة يعني 6 ساعت خارج من بنزل بضيفي عليهم ساعتين مواصلة ولكن بحس المرأة العاملة لما بتخرج من البيت بتنظم وقتها المرأة بقلب داخل المنزل الحين بتضيع وقت كتير المرأة العاملة بتحسي صحيانة المبكت تنظيمة لوقتها كتير بيعكس عليها راحة بالبيت بعدين بحس المرأة العاملة أولادها متحملين المسؤولية أكثر من الأم داخل المنزل تحسي الولد اللي بيجي من المدرسة أمه مو بالبيت بيقدر يسخن أكل ويعمل هيك ترتيب للبيت لأنه بيعرف أنه أنا اليوم يعني بهالتحدي لحالي ما في حدا بالبيت وماما بضطول لسه ساخن وانا لازم فبيضطر يعتمد على المنزل تحسي بالرغم من الوقت اللي بتهدره بالعمل وضف إلى ذلك أنه هي بتخرج للعمل فأكيد بدي تلبس منيح بدي تهتم ببشرتها بلبسها هذا يعني بيخليها دائما كمان مواكب الحداسة التطور تسمع يعني تكون أفقها واسع بس هان ما بيمنع أنه الأم اللي بالبيت بالزبط كمان لو نظمت وقتها واستغلت بقى هي هون عندها يعني وقت يمكن فراغ أكتر شوية يعني فيك تروحي رياضة فيك تروحي مع صحباتك فيك تقدي تعدي على البلكون ساعة تسرحي على موبايلك تقري أشياء فبحس أنه التوازن هو سيد الموقف بهذا الموضوع تمام هل دكتور التضحية المستمرة ممكن تيجي بقى في لحظة تقلب الأنانية مفرطة يعني أنا كأمرأة أو أم ضحيت 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 لحد ما لقيت نفسي وصلت لمرحلة أو سن بدأت أحس أن أنا فاتني كتير أيوة أتحسر على نفسي أيوة أتحسر على نفسي فأبدأ أخش في مرحلة من الأنانية المفرطة اللي هو أنا مش شايفة حد حوالي غير نفسي ده حقيقي ممكن وهي من شوفها كتير تستغر بأنتي أم بعد ما كبرت وتزوج وولادة صارت بقى تحط حالة بين الدية مع الكنة أيوة أو مع الصهر زوجي البنة وتشعر أنه أنا حتى أحيانا أنا بشوف أمها بتشعر بالغيرة من بنتها أو من الكنة زوجة الأبن زوجة الأبن ما بتكبر أنه خير إن شاء الله شوفي ليش هيك عم تغيرتي ليش أنا هيك بتشوف بالنتها كنتها مرفهة حالة ما بتعمل الأشياء اللي كانت تعملها بتزعل على حياتها الماضية بتزعل على الوقت اللي ضيعته وما هتبت فيه بحالة وما ترفهت يعني كتير بتذكر نحنا ماما أنه ماما تعيي خلينا نجيب لك الكوسة محفورة لا 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 خلاص أنا بالصعب أعمله هاي نصعور نصعور نصع هاي عملت أوجاع عملت آلام لو أنت بتقدري هذا الشيء كتير عظيم فبتحسي أي تضحية المبالغ فيها بتقلب أنانية عند الكبار وأنانية مزعجة أنانية مزعجة للأولاد وللمحيطين فيها لذلك نحنا منأكد على موضوع التوازل صحيح ومنأكد بدي أحكي على فكرة أنه هالصورة النمطية ما أنا مرتبطة بالرجل يعني اليوم ما بتطلبي أنت من الرجل يكون مضحي طب الرجل كمان هو أب وهو الزوج إذا قال له لأبنه أنا ما رح وديك اليوم على درس الكرة عادي بيمرؤ الموضوع بس الأم إذا قالت لا تحسي الولد عمل الزنب كبير لأنه تعود أنه هي محورة تضحية وهذا الشيء غلط لأنه الأب كمان لما بيصير أب مفروض يضحي لما بيكون الزوج مفروض يضحي يعني هذا الشيء ملتسأ بالمرأة فقط نعم وهذا اللي نحنا نتكلم 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 عن الوقت دكتور سريعا كده دور أيضا الرجل والزوج في أنه هو يشعر المرأة بقيمة التضحية اللي هي بتقوم بيها دورها في حياة الأسرة كلها أن هي عنفر مؤثر جدا جدا وأنه حقيقي التأدير المعنوي ده بيخليها مهما تعبت ومهما كلت ومهما ملت بتحاول تطلع أقصى ما بداخلها منطقة عشان تسعده والله هي مشكلة حقيقة مشكلة ومشكلة كبيرة الرجل يعني متى ما حصل على المرأة وصارت زوجته التأدير بيقع الاهتمام بيقع وما بفهم أنا ليش نحن ما بنقدر نضل عم نعيش هالحيات يعني الزوج والزوجة حافظ على التأدير حافظ على الكلام الحلو حافظ على رفع المعنويات صحيح كتير بيفرق كتير كتير لو يعرف الرجل قديش كل كلمة حلوة وطيبة بتطلع منه لزوجته قديش ترفع معنوياته مرضودها بيكون كبير جدا على نفسية الأم معنوياته والسعدة والتأدير شي كتير عظيم الحياة دكتور وقتنا مرة بحيك سريعا كان نفسي يبقى معنا وقت أطول عشان نستمر في الحديث ولكن بشكري جدا على وجودك معانا شرفتين ونورتين أستاذ دكتور حنين ماروان أستاذ اللغة العربية والنشطة المجتمعية شكرا جزيلا لحظة كيف أنتون شكرا لكم شكرا مشاهدين نستم كاملين مع حضراتكم نروح نفاصل ونرجع معكم مرة تانية شكرا